اشتركوا في القناة الزيارة البدعية وهي ان تقصد القبور للعبادة عندها بقراءة قرآن او صلاة او ذبح وغير ذلك وهذه بدعة وهي من وسائل الشرك الزيارة الشركية وهي زيارة القبور لدعاء اهلها والاستغاثة بهم او للذبح او النذر لهم او غير ذلك من العبادات التي لا تصلح الا لله وهذا شرك بالله عز وجل ويستحب للزائر ان يسلم على المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع اهل المقبرة من المسلمين لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله للاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية